بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يوم السبت ده بيبقى يوم سعادة يوم هنا عشان بيبقى فيه مع أصحاب السعادة حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقل الحسن وكان دائما دائما التبسم صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا لما باجي يوم السبت وعارف أن أنا أتكلم مع أصحاب السعادة اللي هم مقبلين على الزواج وكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية بيبقى سعيد جدا ومبسوط وخاصة لما نكون عن نتكلم عن مهارة النهاردة لما بتكون موجودة الناس بيحصل لهم حالة من حالات السعادة وحالة من حالات الهنى هقول لك حاجة فاكر لما مرة أنت قاعدت تسمع زوجتك فهي حست بإيه إيه الراحة دي مش بس كنت قاعدت بتسمعها كنت تسمعها وهي تقول لا أنا عارف أن أنت حساية حساية تقول لك آه والله الحمد لله أنت حسيت بمشاعر دي أنت هنا ببساطة خالص إيه اللي عملته عملت مهارة مهمة جدا 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 والمهارة دي لازم نكلم كل المقبلين على الزواج إن هم يعيشوها وكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية المهارة دي اسمها إيه؟ المهارة دي اسمها مهارة التعاطف الزواجي ودي مهارة مهمة جدا جدا لدرجة أن أهلنا صاغوها عندما قالوا قالوا إيه؟ القلب على القلب رحمة لما قالوا القلب على القلب رحمة كانوا عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا إن لما حد يحس إن فيه قلب تاني معاه فهو بيحس إن دي رحمة من ربنا رحمة من ربنا إن يخلى حد يقدر يحس بالجواه عشان كده هو دوة التطبيق أحد التطبيقات العملية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي يبقى التعاطف حالة من حالات اللي ربنا خلقها بين البشر حالة غريبة بس هي موجودة وعشان كده التعاطف هو إيه؟ مهارة التعاطف دي التعاطف في الزواج ده هو قدرة شريك الحياة على إن هو يقدر يفهم مشاعرك ويقدر يغوص في عماقك عن إيه؟ مش بس عن خبرة ولكن عن إحساس مشترك إن هو وضع نفسه مكانك بس بعد ما يكون فهمك فهم جيد اللي احنا بنقوله ده وانتوا سمعيني كل واحد فيكم يقول ياريت شريك حياتي يعمل كده وعشان كده دي مهارة احنا عايزين نعلم بها نعلمها للمقابلين على الزواج واللي عايزين يجددوا حياتهم من زوجية التعاطف الزواجي مش معناه إننا تعاطف مع بعض في المصائب ومقاسي بس ولكن ما فيش مصيبة حصلت لو ما فيش مصيبة حصلت نقول بقى إن احنا مش ضروري إننا تعاطف مع الزوجنا ولا مع زوجتنا ولا مع زوجتنا ده مش حقيقي التعاطف صفة إنسانية بيحتاجها الإنسان حتى في الفرح يعني أنا لو فرحان فرحي بيزيد لما حد يتعاطف معاه وعشان كده أنا محتاج التعاطف عشان يخفف ألامي بس كمان أنا محتاج التعاطف عشان يزود أفراحي مهارة غريبة ربنا جعلها في البشر تخلي البشر بالضبط كده كل حاجة تزيد وتقل بمهارة واحدة سبحان الله المصايب تقل تأثيرها هو جاعة لما حد يتعاطف معاك وكمان الأفراح تزيد لما حد يتعاطف معاك التعاطف على فكرة ممكن يبقى على مستوى بسيط جدا زي مثلا إن زوجة يقول لها زوجة أنا النهاردة تعبت في الشغل خالص يبيزينا التعاطف كمان ممكن يكون في الحياة العادية يقول لها أنا تعبت في اليوم النهاردة كان طويل وكان حر وأنا مش نايم كويس فالمفروض يكون رد الزوجة عليه يبين تعاطفها معاه يتعاطفها معاه وهو حاسس بالتعب هو قال لها كده لي ولذلك أول التعاطف أول التعاطف هو محاولة سؤال النفس وتوقع ما الذي ينتظره شريك حياتي مني هو قالي الكلام دي الحافز أو الدافع اللي قاله احنا نقول إجراءات التعاطف ايه وإزاي الواحد يتعاطف بس هنا في المثال اللي احنا بنقوله ده في المثال البسيط ده أنا كنت تعبان جدا جدا واليوم كان طويل واليوم كان حر وأنا ما نمتش كويس منتظر ايه منتظر ان هي تقوله الله يقويك ويعينك علينا خش ارتحلك شوية ومش هنزعجك ولما يبقى الأكل حاضر ونما نجهز الدنيا احنا عن صحيك فإيه اللي يحصل يحس ان حد بيطبطب عليه يحس ان حد بيحن عليه يبقى تخيل بقى لو ان هي ما عندهاش المهارة دي وسكتت وكأنها ما سمعتش حاجة هو ده أسوأ إجراء ممكن يحصل إذن مهارة التعاطف دي مهارة مش انها مهارة سنوية بنحتاج لها لا ده المهارة دي فقدها هو اللي بيترتب عليه ببساطة هو فقد الإحساس بالقيمة الإضافية للجواز يا نهر بيض وده لما بيبقى موجود الواحد بيحس ان الجواز نعمة يبقى التعاطف في الزواج ده هو اللي بيحسس الواحد ان الزواج ده تنعمة ولزاك بيبقى أسوأ حاجة ان هي تقول له وإيه يعني ما الرجالة كلهم كده عاوز بالله محدش طلب من حضرتك ان انت تقرر حقيقة إنسانية ان الرجالة كلهم بيتعبوا الوقت هنا الطريقة دي غلط وإيه يعني ما اليومين دولة كل الناس حرانة محدش طلب حضرتك ان انت تقرر الحقيقة الكونية بإن الناس حر إن الناس عايشة في حر على فكرة نفس الحكاية كمان بالنسبة للست لما تقول لزوجها النهاردة كان يوم حر جدا ونزلت السوق وشتريت ووقفت في المطبخ في الحر وقدامه البوتجاز وعملت وسويت والدنيا النهاردة كانت تعب جدا 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 وحرارة الجو أنا مكنتش قادر أخد نفسي ولدرجة إن أنا جبت المروحة حطتها في المطبخ معايا معا هو لازم يقول لها إيه ربنا يديك الصح وإحنا مش عارفين من غيرك وإننا نعمل إيه إنت وجودك في حياتنا نعمة من نعم ربنا هيتحس بإيه دي ساعتها وإن الحر ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كل قطرة علق نزلت منك إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك وهي محفوظة في قلوبنا إيه ده هيتحس إن الله عملته دي قيمة وعشان جاد أتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل للتعاطف مع السيدة خديجة والنموذج الأكمل للتعاطف من السيدة خديجة مع حضرة النبي لما نزل الوحي على حضرته صلى الله عليه وسلم وحصل إن هذه الهيئة لسيدنا جبريل واللي حصل من انتظاره لهذا الحدث العظيم اللي هو حدث البعث لما حصل ورجع حضرته النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زملوني زملوني السيدة خديجة الكبرى عليها السلام عملت قدر من التعاطف عجيب لدرجة أن حضرته النبي يقول وإني خشيت على نفسي فالسيدة خديجة تعمل ايه؟ تزمله ثم تقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا شوف الكلام إنك لا تصل للرحم على فكرة الحاجة دي إجرائيا كده هي ملعاش دعوة بالحصل لحضرت النبي حضرت النبي بقول لها أنا شفت ملك وأتاني بوحي فشوف هي بتقول له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل للرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعينه على نوائب الحق ايه الكلام ده؟ بتخليه يحس بإن هو في أمان الله وإن كل اللي عمله ده هيخليه في أمان الله ولا يمكن يكون ده شيء مضر بالعكس ده شيء حسن وكأنها بتبشره فواسته سيد ستنا خديجة الكبرى وإذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من يجي تكلم عنها يقول أنها وسته بمالها حين منعه الناس وصدقته حين كذبه الناس إذن ده نموذج عجيب ومش بس كده شوفوا عشان يتم التعاطف كمان عشان ما تحسسوش المسألة تفى تاخد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وتروح لسيدنا تروح لورقة بن نوفر وتسألوا عن الإسسة كلها عشان بتحترم الحالة اللذي كان فيها حضرت النبي ونفس الكلام لما حصل في حصار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ومرضت السيدة خديجة حضرت النبي حزن لمرضها حزنا شديدا ولما شعرت الشيدة عائشة كمان على فكرة لما انتقدت السيدة خديجة وحصل لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد أسباب تسمية هذا العام بهم الحزن أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتعاطف مع السيدة خديجة حتى في انتقالها المبارك إلى الرفيق الأعلى وكمان يستمر ده مع حضرت النبي التعاطف السيدة عائشة لما تقول لما يجي لها السوداع فتقول ورأسه كم واحد مراته مصدعة تقول له أنه مصدعة يقول لها إيه في الغرب يقول لها إيه هتخفت دلقتي لكن حضرت النبي يقول إيه بل أنا يا عائشة ورأسه تسلم رأس حضرت النبي وتنعم يا رسول الله وتتبارك وتتنور هذه العبارة كفيلة أنها تجعل السيدة عائشة تزوب تخيل كده بل أنا ورأسها يا عائشة أنا أحاسس أنها مش بس راح من عندها السوداع ده حياتها كلها ازدادت كمال ونور وكانت تعاطف الإيجابي أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمال لما عقد السيدة عائشة ضع منها وكانوا على سفر حضرت النبي أسر أنهم ما يتحركوش لغاية ما يلاقوا العقد وفي الوقت ده اتنازلت آية التيمم والدرجة أن الصحابي قال ما هادي أول بركاتكم يا آله أبي بكر ده من بركات التعاطف تعاطف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتختم ختم سماوي على أن من تعاطف مع أهل بيته بالتعاطف يأتي الفرج شوفوا شوف المعنى الكبير اللي احنا لازم نتعلمه نتعلمه أن تعاطف حضرت النبي جاب الفرج للمسلمين على امتداد حياة المسلمين إزاي أن تعاطف دي حاجة مهمة جدا جدا إزاي التعاطف يبقى رشيد أول حاجة عشان يبقى فيه تعاطف ببساطة نعلم أن التعاطف حق وليس منا يعني أنت بتتعاطف مع زوجتك أنت بتتعاطفي مع زوجك أنت بتتعاطف مع أولادكم أنت بتتعاطف مع بناتكم التعاطف ده حق حق للآخرين أنت تتعاطف معهم يعني ما تتعاملش معهم على أنهم البشر ما عندهمش عمق لأ عندهم باطن اسمه المشاعر واسمه القلب فما تتعاملش معهم على أنهم مجرد عقل بتحط فيه معلومات لأ في أوقات كتيرة بيبقوا على فكرة مش محتاجين كلام كتير ولا معلومات ولا حلول أوقات كتيرة بيبقوا محتاجين احتضان فعشان كده لازم تعرف المسألة دي يبقوا أول حاجة لابد أن نقر بأن التعاطف حق الأمر الثاني أن التعاطف حق في جزء التعاطف حق التعاطف حق كما يريد شريك الحياة لا كما تريد أنت فلما تيجي تتعاطف مع حد ما تتعاطفش زي ما أنت عايز تقوله إيه أنا قلبي موع يا ماما مش عايزك قلبك تتوجع هو عايزك تقوله إيه تطمنه فتتعاطف زي ما هو عايز يبقوا أول حاجة التعاطف حق ده أول إجراء تاني حاجة أول ما حاجة في التعاطف أن أنت تضع نفسك مكان ما أنت تعاطف معه وعشان كده الزوجة لازم نعرف أن الزوجة الأساسي عندها هو الأمان يبقى شعور أساسي عند الزوجة هو شعورها بالأمان فلما أنت تيجي تتعاطف مع زوجتك تبقى كل حاجة عا تتكلم بيها وكل حاجة عا تتكلمها بيها لازم تكون مرجعها إلى الأمان فده شيء مهم جدا جدا زي كده عايزة تتعاطف مع زوجك لازم تعرف المعنى الأساسي اللي بيحرك زوجك اللي هو إيه المعنى الأساسي المعنى الأساسي هو الإنجاز هو البطولة يبقى إيه زن لازم نبقى عارفين الإجراء ده يبقى أول حاجة لازم كل واحد فينا يعرف المعنى الأساسي المحرك لوجدان شريك حياته يبقى أنت وبتكلم وبتتعاطف مع الزوجة هي مش محتاجة حلول قد ما محتاجة أمان فأنت ورايح تتعاطف حاول أن أنت تتحسسها بالأمان وإنت رايح تتعاطفي معاه حاول تتحسسيه من أنه هو مش مهزوم أنه هو مش حد دس عليه حاول تتحسسيه بأنه هو هيفضل بطلك في الوقت ده هيبقى حاجة مهمة جدا 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 يبقى أول حاجة التعاطف حق تاني حاجة لازم أعرف المعنى لازم أراعي المعنى المحرك للرجل وللمرأة معنى المحرك للمرأة هو الأمان والمعنى المحرك للرجل هو الإنجاز والبطولة تارت حاجة أننا لازم أستخدم الألفاظ التي تؤكد على أن ما هو فيه إيه اللي حاصل سيكون إلى أفضل يعني لو هو في خير تقوله كده وأنت بتتعاطف فعلا وهو في خير تيجي تقول لزوجك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي دي آخر الأفراح بل دي فاتحة خير وربنا هيبارك لنا وأنت تستحق كل خير وأنت منور وأنت كمان إن شاء الله سبحانه وتعالى هتفضل يتفتح عليك أبواب الخير وأنت تقول لها أنا ما شفتش حد زيك في جمالك وفي حسن أخلاقك ونزيك الله سبحانه وتعالى هيفضل يعطينا البركة والنور ويفضل مكانتك في قلبي تكبر وتزيد تالت حاجة التبشير يبقى لازم تبشر شريك حياتك وأنت بتتعاطف معاه طب إذا كان في مشكلة لازم تبشره بأنها محلولة محلولة إن شاء الله ما تخافش إن شاء الله كل حاجة محلولة لأن إيه اللي حصل لو ما تحلتش يفضل الأمل موجود طب واتحلت يا يزيد مكانتك في قلبي شريك حياتك يبقى لازم تقوله كده رابع حاجة رابع سلوك في التعاطف إن إيه اللي حصل الاستمرار وتأكيد الشعور بالخير لازم نؤكد هذا الأمر ما نقولهوش مرة وخلاص بقى أنت عتوك على دماغي أنا أفضل أتعاطف معك على طول لا نفضل على طول كده ودوة اللي يخلي الواحد منطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على كل سهل هين لي يبقى هنا ودوة اللي يحصل آخر حاجة في التعاطف بعد التأكيد ده إن إحنا دايما لازم نأكد إن هذا التعاطف عبارة عن نمط للحياة يعني إيه نمط للحياة إحنا دايما مع بعض إحنا دايما محدش فينا عفارق التاني فالتأكيد على ما أسمي أنا أبدية التعاطف إن إحنا نفضل على كده على طول حاجة مهمة جدا لإن في بعض الناس بيحبه بيخافه إن حد يتعاطف معهم بعد كده إيه اللي يحصل فالتعاطف ده يزول الحاجات دي مهمة جدا سيرورة التعاطف دي اللي بيسموه بروسس التعاطف ده شيء مهم جدا جدا في مسألة التعاطف أنا بنصح الناس بشوية حاجات يعملوها عشان التعاطف ده يتيفضل موجود كل يوم قولوا لركاء حياتكم كلام حلو إنتوا عارفين طبعا إن أنا صاحب مبدأ إن إحنا ما مننتظرش إن يتحرك الحب في قلبنا عشان نقول لأحبابنا إن إحنا بنحبهم قولوا لأحبابكم إن إنتوا بتحبوهم وحركوا أولوبكم بالحب يعني إيه اللي حاصل قول لشريكة حياتك إن إنت بتحبها قول لها طول الوقت إن إنت بتحبها ليه؟ إن إيه في أوقات كده بتبقى سرحانة وحاسة إن إيه لوحدة فلما تفاجئها إن إنت بتحبها وتفاجئها إن إنت بتقول لها كده تقول سبحان الله هو عرف من إني إن أنا محتاجة لكلمتين دولة دلوقتي أنت لما تقول لشريك حياتك الكلام ده هو هيحس إيه ده أنا كنت بفكر مين هيكون داعم لي وبيقول لي كلام حلو في الوقت ده يبقى الاستمرار في الكلام الحلو كل يوم وقولوا لبعض كلام حلو وقولوا لبعض كلام حلو كتير كلام يجعل الناس تسق في نفسها ويجعل الناس تحس بالبش الحياة الثانية لو شريك حياتك حكى لك شيء متدايق منه فكر شوية في رد يظهر التواعط فقبل ما ترد يعني ما تردش على طول فكر شوية فكر شوية في ايه هو محتاج ومحتاج ده وساعات بقول للناس فكر انت لو ما كانوا كنت هتحتاج لي ايه بس فكروا انت لو ما كانوا كنت هتحتاج لي ايه اذا كانت هي امرأة فهي محتاجة امان اذا كان هو رجل فهو محتاج ان هو يحس ان هو متهزمش اخر حاجة عشان تعطفوا كتروا جدا 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 الدعاء اللي بيحبوا شريك الحياة افرادوا جربوا في الادعية لغاية ما تحس ان في دعاء بيحبوا شريك الحياة اله يا رب ابدا ما تغيبش عنه يا سلام اله يا رب ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فالله يبارك لك يدعي لي الدعاء ده على طول اله يا رب ربنا يواسع عليك ولا ابدا يزيد من قدامك كل المؤذيين ويحفظك ويخليك فيحس بان هذا الدعاء بيخفف عنه بيسعده ونفس الكلام لشريكة الحياة لازم تتعالى تقولها ربنا يزيد الجمال وفضله ورحمة وحسن خلق ويخليك دايما في اعلى مرتبة في قلبي وفي قلوب كل احبابك يا سلام بتحب الدعاء ده فاختاروا الدعاء المناسب لشركاء حياتكم عشان يحسوا كمان ان انتم متعاطفين معه يا رب اجعلنا قلوبنا على قلوب بعض وجعلنا دايما من اهل المحبة ومن اهل التعاطف التعاطف يا سادة كده كده كنز من كنوز الرحمن سبحانه وتعالى نسمة صيف في الوقت الحر اللي احنا عايشينه في ده النسمة دي بتخلي الناس اقرب الى بعض وتخلي الناس تنجازب الى بعض ما شفتش حاجة تخلي القلوب بتتعلق ببعض قد التعاطف انا اقول لكم انا كل ما افتكر ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقته لأحبابي كل ما بيزداد حبي ويزداد تعلقه بحضرة النبي اشتاقوا البعض وتعاطفوا مع بعض حبكم هيزيد وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم في مودة ورحمة على الدوان يا سادة احنا صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره من اهم الادوات اللي بنحاول فيها نصل الى الاشعور بكم والاعيش معكم وفي حياتكم فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يديم علينا فضل التواصل والبركة والنور ونفضل متوسطين دوما ومعنا الاستاذة فاطمة من القايرة تفضل ايوه السلام عليكم ازاي حضرك يا استاذة فاطمة الله يسلم عمرك يا استاذ الله يبارك حضرك معاليش عني سؤال صغير كده تفضلي انا معي ولادي اتنين شباب يعني مش صغيرين يعني خلصين جيش وبشتغلوا بس انا كايبت في موضوع الصلاة معيهم كايبت جدا موضوع ايه الصلاة يعني وانا عارفة ان حل اولادي زي حل اي شباب حياتهم الموبايلات والحياة الزائفة وغداهم والاسف هم في بيت الاب والام الحمد لله بنحاجل نرد ربنا بكل الطرق يعني واتكلمتهم كتير وباتعمد اصلي قدامهم وباتعمد دورة القرآن قدامهم كلام الليل قدامهم والفجر قدامهم انا وباباهم بس واتكلم كتير وبقى بعض فيديوهات قورهم اهمية الصلاة في حياتنا في حياتنا وفي اخرتنا وما فيش فايدة وبدعي كتير بدعي كامس انا بدعي والاسف صلو مرة عشرة لأ وحاجات كتير قوي بحس هم يعني مش وحشين بس حتة الالتزام بالتعليم بالتعليم الاسلامي تعليم والصلاة والقرآن يعني ابسط حاجة قولهم يا ولاد انتو تلس اربع خمس ساعات مع الموبايل الدوني الدوني عشر دقايق بص عشان خاطري عشان خاطري بقى يعني انا اقول لحضرتك استاذة فاطمة يعني مع تقديري واحترام لحضرتك احنا عندنا شوية مشكلات بنعملها في التربية مع اولادنا ايه هي بقى ان احنا بنبتدي واحنا بنربى اولادنا على الصلاة بنربيهم على ان الصلاة مش باب رحمة وباب مودة مع الله وباب حب لله بنبتدي ان هم مش هيكون الانسان مسلم الا اذا صلى طبعا انا عارف ان كتير من الناس هيقولوا ما هو ده ما هو ده المشكلة في التربية اللي احنا بنعملها احنا مش بنتكلم في ان الانسان هيبقى مسلم ازاي ما هو تعريف المسلم ان هو اللي بيقوم بالعبادات تعريف المسلم اتداءا هو الذي يحمل قيم الاسلام فيحمل قيم الاسلام فيفعل بها العبادات فهو لازم الاول خالص وعشان كده كان اول حاجة بيعملها كمسلم ان هو اشهدوا ان لا الهي الى الله وانا محمد رسول الله يعني الاول خالص يرى الله فلازم احنا نوريهم ربنا لازم هم يشوفوا ربنا لازم يحبوا ربنا الاول فالخطأ الهيكال المنهاج اللي احنا بنعمله في مشكلة التربية اولادنا ان احنا بنطلبهم بالصلاة قبل من خليهم يروا جمال الله وقبل من خليهم يحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فواحد يجي يقول لي يعني اعلموا اولادكم الصلاة يعني اعلموا اولادكم الصلاة بالله من هم وصغيرين كنا لازم نعلموا من الصلاة صلة بين العبد ورب انت رايح تقابل حبيبك فعشان كده لكن لما علموا ان الصلاة دي هي بارة عن عملية عملية بيزنس يعني انا اروح اصلي عشان ربنا يبارك لي فاذا ما لقاش البركة يقول لي الصلاة عملت ايه هتصلي عشان ربنا يهديك فيروح يصلي فيلاقي نفسه الأمر بالسوق بتأمره بأشياء وحش لكن هو لو راح للصلاة لانه رايح لحبيبه فراح يكلم مولانا فحبه لله سبحانه وتعالى يبقى ملوش دعوة بكل اللي حوالي اللي انت بتكلم عنه بالعكس ساعتها ياخد من الصلاة ويعيش بيها ويبقى ساعتها ان الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى احنا لازم نبتدي بان ان الصلاة لقاء الحبيب لقاء الحبيب الأجل سبحانه وتعالى فهو رايح رايح يكلم حبيبه طبعا لو قلت الناس كده لا احنا عايزينهم عارفين ايه مشكلتنا ان احنا بيخلي الأولادنا عايزين يصلوا عشان يبقوا في ميزان حسناتنا فبالغالب الأولاد بيحسوا بان هم آلة بيحسوا ان هم المرجو من صلاةهم لينا احنا مش ليهم هم فبيحسوا بنفس احساسنا ان احنا عايزين ندخلهم الكلية اللي احنا عايزينها فطريقتي اللي انا شايفها ان انت لو عايزة تصلحي ده نرجع نعيد الأمر من أوله ان احنا ما نخليش الصلاة وببعت لهم فيديوهات عن طريق الصلاة ومع نفش ايه احنا هم دلوقتي كبار محتاجين السند محتاجين الدعم محتاجين هم في الشغل يحسوا بان هم معها الله سبحانه وتعالى فبعت لهم كل الكلام عن حب الله عن جمال الله عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس انا عايز الصلاة ما هو قد قال لي هجيبهم في الصلاة بس احنا شو قائمين كده احنا فاهمين ان احنا عايزين نرحاهم قبل ما يموتوا وانت بتكلموهم عن الموت طب ما هيقولك خلاص عايز تبيع فاحنا مش عايزين حد يستبيع كلموهم عن جمال الله وعن لطف الله فيستحل واحد منهم فيروح يصلي كلموهم عن جمال حضرة النبي وان حضرة النبي كان بيقول ارحنا بالصلاة يا بلال فيروح يصلي عشان يرتاح يبقى البابين ان احنا عايزين نتكلم عنهم هو جمال الله وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وان الصلاة دي مش بنعملها عشان بيزنس الصلاة دي بنعملها لان هي جزء من هويتنا جزء من عمود حياتنا ونخليهم يفهموا ان الصلاة دي هي نموذج للحياة لما بيضيق علينا حاجة نفتكر ربنا فلما نفتكر ربنا كل شيء ينزح بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله لي يطمئن قلبي ساعتها الصلاة هترجع تاني أحب إليهم وهتبقى قرة عينيهم إن شاء الله مستاذ عزة من المنوفية تتفضل أتمنى على حضرك أن حضرك توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التلفون اللي وتكررهم عليكم سلام حضركاته حاضر السلام عليكم عليكم سلام كاته تبقى تمشي وطي التلفزيون بس تفضل السلام عليكم عليكم سلام كاته تفضلي يا أستاذ عز جزء الله خير يا شيخنا على الحلقة الجاملة دي أولا ربنا يحفظك الساعة بشكر حضرك يا شيخنا على الحلقة الجاملة دي وبنا يحفظك وبقول لحضرتك دلوقتي حضرك بتقول على تعاطف الزوجي إنه أولا إحساسا فيه الإحساس بالأمان وكده طيب طبعا طبعا إبقى ده من جهتك أنت التعاطف يبقى جزء أساسي منه إحساس أحساس الزوجة بالأمان تفضلي بأمان يا فاندم أنا دلوقتي حضرتك زوجي كل انتماء لإخواته ويفضلهم علي وبيجي علي عشان أخواته وكده وحاجات كتير في حياته أنا معرفها وش يعني هم فأنا أدك التفاصيل بقى عياء أو كده ياخد أخواته معايا يقول لهم عنده إيه كل حاجاته عند إخواته يعني ما مش حاسة بالأمان ومش حاسة أنتو عاديين في بيت عيلة صح؟ اهو طيب عاقول لحضرتك الحل يقول لهم وانا دلوقتي بعمل لكل حضرتك بتعليه دوته ومش جاب نتيجة برضه فأنا عايزة حياتي تستمر وتبقى كويسة يعني حاضر عاقول لحضرتك إيه الحكاية ما ياشي غزاك الله أخير شكرا أنا حضرتك بس يا ستة عايزة الله يعزك طلعه أهله من دماغك ما ياخد إخواته هو لو خد إخواته هيحصل إيه؟ ما أنت عايزة دلوقتي تتعاطفي معاه هو الراجل عايش في بيت عيلة عايش في بيت عيلة يعني إيه؟ هو اللي اختار كده هو أنتو اخترتوا أنتو تعيشوا في بيت عيلة يعني تعيشوا في هذه البيئة في إيه اللي حاصل؟ فوجود إخواته في عائلته هو حصل امتداد هو عايش حياة هو عايش في الكونفرتزون إنه هو مع عائلته فاستمرت ده أنت تعرف تعملي إيه؟ ما تخليش اللي بينه وبين إخواته نزاع بينك وبينه لكن الدريده أقرب طريق لقلب جوزك أهله عايزة تبقي أولوية أساسية طبعاً بلا شك إن الزوجة والمرأة وأنا بكلم كل الرجالة لازم تحسس المرأة اللي هي الأولوية الأولى في حياتك ده واجب عليك واجب عليك ليه؟ لأن ده اللي بيحسسها بالأمان لأنها بتحس بإحساس غريب قوي لو خيرت أنا ولا أهله هيختار أهله ما تعرفش دواء أو ده شعور ما تجيش أنت تقول لها غيري نفسك وتربيها لا لازم تراعي ده فأنا بتقولي إيه؟ أول حاجة أقر يحبه لأهله بعد شوية إيه حاصل؟ شوية مش هيبقوا ستة شهر إلى سنة هتحس إن أنت ده غلطي جوه أعمق قلبه ولما تدخله في أعمق قلبه هتبقي أنت في غاية السعادة وفي غاية الهانة فلذلك أعملي كده أنت قدري علاقته بأهله واحترميها وحاولي بقدر الإمكان أن أنت واحدة واحدة التعاطف ده توصلي إليه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك إن شاء الله في خير حال ويجعلك إن شاء الله في حياته أولى أولوياته يا سادة إحنا معاكم كاملين معاكم ولكن فاصل ونرجع نستقبل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا أسئلتكم المباركة ومعانا لأستاذ محمد أستاذ محمد أهلا وسهلا أستاذ محمد لا يا دكتور ما حضرتك اتفضل يا أستاذ محمد ولا يا دكتور حضرتك كان لها والبيت حضرتك 70 سنة ربنا يديها الصحة يا رب عزقا دكتور بقبض معاش والدي معاش والدي حل وحضرتك أنا مريض بالقلب وحضرتك إحنا ثلاث إخوات عشرين في بيت واحد وحضرتك إيه بتميز واحد عن واحد طيب وحضرتك أنا كلمتها كتير هل يا دكتور لما أطلب بنام مساعدة تقول لي لأ أداء حرام ولا حلال أجاوب على حضرتك يا أستاذ محمد أستاذ محمد سألني سؤالين بس هو افترض أن السؤال الأولاني دوت ما يعني مش هنلتفت إليه هو من الأفضل أن أن الأهل يعطوا أولادهم بالسوية بس إذا فضلوا حد على حد دوت مش حرام الفاتوى بتقول كده لأنه بتصرف حال الحياة لكن هو لو سوا بي أنه ما يكون أحسن لكن هو لو ما سوا بي أنه ما يكون مرتكب للحرام خاصة لو في ميزة نوعية لحد أن في حد أصغر فعايزين ندفع مصاريف تعليمه لو كان في حد عنده احتياج هكذا نبقى دوت مش هنقدر نقول أن هي بتعمل حاجة حرام السؤال الثاني هو لو طلبت مساعدة من أمي هل ده حرام؟ لا لو طلبت مساعدة من أمي دوت أكتر سترة للعيوب وأكتر حفاظا على الأسى فأنت قال إذا طلبت منها ولكن إذا طلبت منها ما على المحسنين من سبيل مش واجب عليها لازم نعرف أن أنت بتتكسب إذا كنت بتتكسب وقادرت تتكسب فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك لكن إذا طلبت منها هل يجب عليها أن هي تعطيك إذا كنت أنت قادر أن تتكسب فالجواب لا إذا كنت بقى شايل في قلبك أن هي بتدي لأخوك أكتر منك بقولك ما تشيرش في قلبك استمر وخلي حبك لأمك مستمر وخلي دوت إن شاء الله باب من أبواب توسعتك طلبك لوسع الرزق إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يكرمك لما نروح كمان لأمو يوسف أمو يوسف عليكم سامحة كياتو تفضلي أمو يوسف فضل ونعم الحمد لله أول حاجة أنا كنت أعيز أسأل حدثك عن مواعيدك في دار الإفتة أنا موجود كل يوم طيب كمان كان حاجة بقى كنت أعيز أقول لحضرتك بعد إذنك مشكلتي تفضلي دلوقتي حضرتك هل ينفع إن إحنا نكمل في حياة فيها بخل عاطسي جامد جدا عشان أولادنا أنا بعضت فترة عن جوزي تمام وبعد كده رجعت له عشر خطر لولادك طيب عايزي أقول لحضرتك أنا دايماً بسنده يعني دايماً في ظهره تمام حضرتك بس على طول مفيش كلمة متشكل في بخل عاطسي جامد جداً لو جيت اتكلمت معايا قلت له مثلاً أنت ما بتقولش أنت مثلاً ما بتقوليش كلمة خلوة أنت مثلاً ما بتقوليش أنت محتاجة إيه يرد علي يقول لي طيب و أنت ما بتقوليش ليه يعني أنت ما بت يعني بما معناه ما بتقوليش أنت ليه إبدا أنت طيب فأنا تعبت من البداية يعني أنا تعبت أن أنا على طول أنا اللي أقول و أنا اللي أتكلم وحضرتك برضو حضرتك عايزة حضرتك تكلمنا كتير جداً عن أن الزوج لازم برضو يبقى هو مش كل حاجة على الزوجة لازم الزوج بيتكلم ولازم الزوج يسأل مراته على طول أنت محتاجة إيه إيه من ناقص لأن إحنا بنقول كتير جداً كتير جداً إحنا بنتعب زي الرجالة بالضبط وبرضو ببنلاقيش كلمة كويسة كتير خالص حاضر حاضر يا يوسف وهل ينفع دعاء الاستخارة أن أنا أكمل مع زوجي ولا لأ لأن أنا بفكر كتير جداً أن أنا أصلي استخارة على أساس من الأول بعد لأن أنا برجع كتير عشان خاطر ولادي ولادي متعلقين بزوجي جداً طيب هجاوب على حضرتك يا أم يوسف أم يوسف سألتني الأول خالص هل حلال أن أنا أكمل في جواز مع حد بخيلة عاطفية من أجل الأولاد؟ نعم وقد يكون دوات أمر مستحب وتثاب عليه بل هو مستحب وتثاب عليه طيب نعمل إيه بقى مع الأزواج اللي هم عندهم بخل عاطفي وما بيعبروش نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتكم وغلامي لزوج حضرتك وسمعي كلام اللي أنا بقولول ده يا سيدي أنت مسؤول عن بيتك مسؤول عن أولادك وجزء من رعايتك لبيتك وجزء من تحملك مسؤوليتك وجزء من استجابة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم وراعا وكلكم مسؤولة عن رعايتك أن أنت تعبر عن حبك وتعبر عن مشاعرك ممكن تيجي تقول لي والله بس أنا مش حاسس يا أخي عبر وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيصلح ما بينك وبين زوجتك وتبقى بعد كده حاسس وعشان كده أنا بقول لك اعمل كده امتسالا لأمر الله وقولوا للناس يحسن أنت تمتسل لأمر الله فعبر عن مشاعرك مش كمال مش عبر عن مشاعرك قول كلام حلو لأن كلام الحلو ده بيلين الحديد يا أخي أنت لو بينك وبين زوجتك وأنا كنت عايز أقول لحداك إن البخل ده ممكن يكون ده طبع وممكن يكون ده رد فعل رد فعل مفاهيم عنده هو رد فعل لي أفعال أنت عملتها فكان ده رد فعل عنده فالبخل عاطفي مش لازم يكون طبع فأنا أظن أنت الكلام اللي قلتولي ده مش طبع وعشان كده شرفونا لأن أنتوا محتاجين تدخل من خبير عشان نقدر نعمل كده لكن أنا بنصح الزوجة هو بقوله اتق الله وعبر وقول كلاما طيبا لأن هذا جزء من رعايتك لأهل بيتك طيب وأنا منتظر حضراتكم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك وإن شاء الله ربنا يحفظكم واستمري في الجواز وما تعمليش استخارة لا ما تعمليش استخارة استمري وانت في طاعة استمري وانت في طاعة طيب والبخل اللي نعمل إيه؟ نروح بقى للخبير عشان نحاول ندير المسألة اللي بينا دي معانا أستاذ أمل أستاذ أمل أستاذ أمل عليكم سمعانكاتو تفضلي أستاذ أمل أزاك يا دكتور كلسان حارك طيب وحارك طيبة وبصحة وبسلام الله يكلم دلوقتي يا دكتور أنا عندي مشكلة تفضلي إحنا عندنا يعني شقتنا قدتين وريسبشن طيب وعندنا بنتين وولد فأنا أسمى كده ريسبشن بساس إن أنا عاملان قدت الولد وكنا على أمل إن إحنا فيما بعد يعني كل شوية إن إحنا نحوش على أمل إن إحنا ننقل في شقة ثلاث قود وريسبشن طيب حوشنا بس أنت شايف الأسعار يعني كلما نحوش ما بنقدرش نجيب حاجة طيب دلوقتي معروضة علينا إن إحنا ناخد قرض بحيث إن إحنا نكمل الشقة جوزي بقى رافض تماما 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 يعني لأ أو هتستحن علينا أبواب الربا ومش عاودين وإن البنات كبروا يعني منظر الصالة لما يجي لهم دلوقتي حد نصها مقسوم قودة فرافض تماما فهل فعلا كده يعني يعني لو أنا محتاجة الكارد كده بيقول لي إحنا مش في حاجة إحنا كده دل إسمه رفاهي دي مش حاجة حقيقية كيس إن إحنا نفتح علينا أبواب الربا بص حضرتك أنا أعجاب حضرتك هو ده في الحقيقة يعني إن إحنا لو كنا بنجيب الأمر ده عشان الولد يبقى له قوضة وإحنا عندنا ده السكن اللي هو بيسكن فيه الناس اللي في نفس مستواكم الاجتماعي ده والسكن اللي يعود بالراحة عليكم دوت من قبيل الحاجة وليس من قبيل الطرف يعني إن إنتوا تسكنوا فيما يسكن فيه مثلكم هذا نوع من أنواع الحاجات وليس من أنواع الطرف فهو بس عشان هو الرجال أقول لك بس شعور زوجك عشان تقدر تفهميه وتقدر ترعيه الأزواج دايما ما بيحبوش بيعملوا إيه بيعتمدوا على إن إحنا بدل ما عندناش مشكلة ولا ما عندناش كارسة نعيش كده ليه لإن إحنا مش عارفين بكرة هيحصل فيه إيه ففي الغالب بيعتمدوا على إن إحنا نستحمل بدل ما نفتح علينا أبواب ممكن أنا يختل المسألة في إيدي وما أقدرش أسد فيها فيتأثر نظرة أهل بيتي ليه فنستحمل أفضل من إن إحنا نتاح في معادلة كده عند بعض الأزواج ودي معادلة أنا بقول إن هي مش معادلة صحيحة الأمر الثاني إذا كنا عنا أعمل إحنا خلاص إذا كنا عن مول شراء شقة فده مش من قبيل الربا إذا كنا عن مول شراء شقة أو شيء من هذا فليس هذا من قبيل الربا فأنا عايز أقوله بس إذا تخللت السلعة فلا ربا وإحنا عندنا في الحالة دي إذا أصلا دفعنا عشان ناخد ده عشان نشتري شقة فهناك سلعة سلعة هي اللي هتتحمل ده فمش هيكون من قبيل الربا لكن في نفس الوقت أنا معه إن اللي هو بيقوله ده ما بلاش يحصل لنا إغراق في الديون بس إينا إحنا مش عندنا إغراق في الديون إحنا عندنا دين واحد بس هو دين إن إحنا نشتري شقة عشان الأولاد يعيشوا في راحة لإن في الآخر خالص الأولاد بيكبروا ومش هينفع إن الناس تعيش بهذه الطريقة فإذا أنتوا اللي هتعملوا ده مش هيكون في ربا واللي أنتوا بتعملوا ده هيكون إن شاء الله باب من أجواب التوسيع عليكم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم والأخي يا سادة نحن النهاردة تكلمنا عن التعاطف ربنا يملأ لكم رحمة ومودة وعطفة على بعض وحنان يا رب لا تجعل القلب واحد بيسمعني دلوقتي ولا واحدة بتسمعني دلوقتي إلا وقد ملأته رحمة وملأته إقبال على شرك حياته بالرحمة والمودة والعطف والحنان يا رب الناس محتاجة حنان فنسألك وأنت الكريم أن تمن علينا بحنان يجعل القلوب تنشرح إذا تعاطفت وإذا تقاربت وإذا احتوت يا رب جعلنا سبب من أسباب الفرج عن أحبابنا جعلنا سبب من أسباب سعة الفرح في قلوب أحبابنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين مددك وبركتك وودك حتى نود أحبابنا وأهلنا ببركة نظرك يا جميل يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر